أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن دعم الرياضة والرياضيين مسؤولية وطنية ينبغي الالتفات لها وأذكر بيانه لمكتب الجبوري أنه بحث خلال لقائه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ورئيس ناد الزوراء فلاحسن الواقع الرياضي العراقي والتحديات التي تواجه عمل الأندية والمؤسسات الرياضية والعمل على إيجاد حلول ناجع لها وأشاد الجبوري خلال لقائه بحمودي وحسن بالإنجازات التي حققها الرياضيون خلال مشاركاتهم في البطولات المحلية والدولية مؤكدا حرص مجلس النواب على تذليل جميع العقبات التي تعترض عمل اللجنة الأولمبية والأندية الرياضية سواء ما يتعلق بالتشريعات واستعدادات الفرق المختلفة للبطولات المقبلة أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أنها تحرص مع وزارة الشباب والرياضة على تجاوز كل مسببات ما يحصل من تقاطع في الرؤى من خلال الحوار الجاد ونقاشات المستمرة للوصول إلى أرضية صلبة للتفاهم المشترك وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم إلى اتفاق وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي على أجراء حيوان معمق ليحل كافة المشاكل العالقة التي طفت على السطح خلال الفترة الأخيرة ومنها قرار اعتبار اللجنة الأولمبية ككيان منحل ومناقشة تداعياته وتعاون الوزارة والأولمبية لإلغاء هذا القرار كما أكدت اللجنة على ضرورة تعديل قانون الأندية لمنح الأندية الرياضية الاستقلال الإداري والمالي والحفاظ على مراقبة الملعام الممنوح للأندية والإشراف المشترك من قبل الوزارة والأولمبية على انتخابات الأندية الرياضية من جهته قال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي إن لغة الحوار الهادف والجلوس على طاولة الحوار هي الحل الأمثل لتلك القضايا لأن الجميع يتقاسمون هم مشتركا جاء ذلك خلال استقبال حمودي اليوم بمقر لجنة الأولمبية عضو مجلس النواب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الذي أكد على تقديم كل الدعم والإسناد للجنة الأولمبية التي تخص شريحة واسعة من الجماهير العراقية وأشار الزاملي إلى أن اللجنة الأولمبية بعيدة كل البعد عن التجاذبات والتدخلات السياسية وهي مستقلة وفيها رموز رياضية يشار لها بالبنان